يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم أهلا بكم جميعا وجداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي برضو حكون مع حضراتكم منفردا من خلالها إن شاء الله لأن الزميلة العزيزة نهواند هتكون أجازة الأسبوع ده وبإذن الله ابتداء من يوم الحد الجاي هتكون موجودة معنا كالعادة بإذن الرحمن لكن ده ما يمنعش أن هي هتكون حضرة برضو معنا النهاردة في الجزء الثاني أو الفقرة الثانية الحوارية في حلقتنا النهاردة ده كان لقاء مسجل أجرته مسبقا زميلة نهواند مع دكتورة إيمان المركبي وطبعا كان حوار كالعادة في موضوع من الموضوعات التي تهم كتير جدا من حضراتكم وبالمناسبة طالما فتحنا الكلام عن الساعة الثانية قبل الساعة الأولى فالفقرة الحوارية الأولى هيكون معنا فيها كابتن عمر أحمد الجندي هو صاحب ذهابية بطولة العالم للستريت ووركاوت وطبعا أكيد هنتعرف من خلال وجوده معنا عن إيه أصلا حكاية الستريت ووركاوت اللي ابتدى ينتشر جدا في الفترة الأخيرة وبقينا نشوف له فيديوهات كتيرة على اليوتيوب ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ده حيكون فيه الساعة الثانية الساعة الأولى حنتكلم فيها في مواضيع كتير ولكن اسمحوا لي في البداية وقبل ما ندخل في المواضيع الكتير ومعظمها على فكرة أخبار حلوة لنجاحات لكتير من أولادنا وبناتنا شباب مصر وشباتها في رياضات مختلفة ولكن اسمحوا لي في البداية عايز أتوقف وأقرأ لحضراتكم تصريح في غاية الأهمية وخلوني أرهلكم زي ما هو وجاء هذا التصريح ردا على كتير من الكلام اللي كانوا يعني اتعرضنا له في الفترة الأخيرة وكتير من الافتراءات وكتير من الأكاذيب اللي كانت بتتردد فيه وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة واللي فترة مش قصيارة الحقيقة أعلن سيد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء أمس عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد مع الإعلامي الزميل أحمد موسى أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ عشرة بتاريخ ثانية واحد برضو أقول لحضراتكم التاريخ بالزبط عشرة تلاتة عشرين واحد وعشرين فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية بين قصين الساعات التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل وقال إن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر بتاريخ اتنين ستة عشرين عشرين أنه قرر إعادة جميع هدايا السيد تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه أو توجهها إلى الجهة التي يرغب فيها وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه وتسلم صندوق تحية مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية بين قصين الساعات وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة وكانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة قد برأت ساحة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23-23-2020 إلى حفظ الدعوة واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام كان لازم تكون دي بدايتنا نظرا لأهمية هذا التصريح وارتباطه بكتير جدا من اللغة اللي كنا كلنا متعرضين لي طوال الفترة اللي فاتت نبتدي بقى مع حضراتكم يعني عندنا مجموعة من الأخبار الحلوة جدا وحدتنا هيكون مطول عن نتائج كتير من أبطالنا وبطالتنا بالمناسبة خلونا برضو قبل ما ندخل مع حضراتكم في كتير من التفاصيل عايزين نعرفكم أو نتكلم شوية عن نتيجة منافس الأهلي اللي خلاص اتأكد في دور الـ 32 إن شاء الله من دوري أبطال إفريقيا وهو نادي الاتحاد المنستيري التونسي وده طبعا بعد ما أقصى منافسه الجيش الرواندي بالأمس بيلفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة وبكتير حضرات بيكون يعني اتحدد بشكل نهائي منافس النادي الأهلي في أول مشواره في البطولة الأفريقية اللي يعني بيحمل الرقم القياسي الحقيقة فيها النادي الأهلي في كل شيء متعلق بيها سواء في عدد مرات الفوز بيها أو عدد مرات الوصول للنهائي أو عدد مرات المشاركة في كأس العالم للأندية وأكيد طبعا عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإفريقي مباراة الزهاب حتكون في شهر أكتوبر أحد أيام إما سبعة أو تمانية أو تسعة ومباراة الإياب إن شاء الله حتتلعب في القاهرة على ملعب الأهلي والسلام في أحد أيام حداشر أو أربعتاشر أو خمستاشر أو ستاشر وطبعا لازم نأكد على خضراتكم من دلوقتي وقبل ما نشهد ضربة البداية الإفريقية اللي هتكون بعد أقل من ثلاث أسابيع من النهاردة لازم نأكد مرة تانية على أهمية هذه المباراة وطبعا كعادة النادي الأهلي هو بيدخل كل بطولة بهدف واحد فقط لأخير وهو الفوز بهذه البطولة وأكيد المنافسة هتكون من البداية للنهاية من أول لحظة إلى آخر لحظة وأكيد المرحلة اللي جاية إن شاء الله هكون لنا كلام كتير وبشكل مفصل عن فريقنا وعن المنافس خصوصا وإن انطلاق المنافسة القرية هتتزامن مع انطلاق مسابقة الدوري بعد طبعا ما تتعامل القرعة وتتحدد مبارياتنا هتكون مع مين وإمتى إحنا الموسم اللي فات طبعا يعني كنا غير موفقين في مسابقة الدوري لأسباب متعددة أسباب كتير أفتكر كل حضراتكم كل جماهير النادي الأهلي عارفها كويس جدا منها الأمور اللي تخصنا واللي أكيد اتعالجت في الفترة الأخيرة ومنها أمور ما تخصناش وكل حضراتكم عارفينها وكلنا أكيد بنتمنى أن هي ما تتكررش مرة تانية مش عشان حاجة بس عشان مبدأ التنافس واللعب النظيف يكون هو شعار المرحلة وما يكونش كلام في الهوى والسلام كل ده بالإضافة إلى يعني التدعيمات طبعا اللي حصلت في المرحلة الأخيرة واللي طبعا طبعا حصلت من قبل إدارة النادي واللي برضو أكيد هيكون لنا كلام كتير مع حضراتكم عنها لكن لما ينتهي مجلس إدارة النادي من إنهاء كافة التعاقدات إحنا حتى هذه اللحظة حضراته ده اللي تم إعلانه من قبل النادي الأهلي وأكيد اتكلمنا عن ده في حلقات سابقة من البرنامج تم ضم وبشكل رسمي ثلاث لعبين هما شادي حسين ومصطفى ميسي من سراميكا كليوفاترا وأخيرا وليس أخيرا بطبيعة الحال اللاعب البرازيلي برونو سافيو القادم من الدوري البوليفي وأفتكر إن السفقات التلاتة دي أرضت جماهير النادي الأهلي الحقيقة بشكل كبير وده شيء كلنا لحظناه ولمسناه من خلال حتى أضع في الإيمان وسائل التواصل الاجتماعي خلونا نرجع بقى لمباراة الأهلي مع اتحاد المنستير المنتظرة في ضربة البداية طبعا حتكون مباراة صعبة البعض المتخيل إن عشان اسم الفريق ده يعني مش دارج أو بالنسبة لنا ما تعرضناش ليه كتير فإن المتشا هيكون سهل لا المباراة حتكون صعبة ومن كل الزوايا الحقيقة طب صعبة ليه؟ لأسباب متعددة أولا عشان يعني أمور كتيرة حد ممكن يقول إن دي ضربة البداية وإحنا لسه بدور الـ 32 إزاي حتكون المباراة صعبة؟ الحقيقة في قرعة دوري أبطال إفريقيا بالتحديد دور الـ 32 مفيش فريق في الدنيا ممكن يكون بيشارك فيه هذا أو وصل لهذه المرحلة ويكون فريق ضعيف لازم المواجهة الأولى قبل الدخول دوري المجموعات حتكون معها مصنف قوي يعني على سبيل المثال مثلا يلعب مع فريق زي واحد من الفرق المعفية من الدور التمهيدي زي الأهلي أو الوداد أو الترجي أو حتى لو مش هيواجه يعني الفرق دي على الآن يلعب مع أسماء قرية برضو لها حصوص كبيرة في هذه البطولة وبرضو على فكرة فريق اتحاد المنستير يعني برضو دي كلمة لازم تتقال أول مرة يشارك في دوري أبطال دوري الأبطال عشان كده هو أمام يعني الكاف نقدر نقول إنه هو فريق غير مصنف يعني ده الشكل العام أو الإطار العام إنه هو مش محسوب على إنه فريق مصنف لأنه غير متواجد في النهايات وبالتالي تم اعتباره فريق من التصنيف الثالث أو التصنيف الرابع كمان لكن الحقيقة وديه الحاجة اللي كلنا لازم يكون واسقين منها إنه ما فيش فريق تونسي بيدخل منافسات دوري أبطال إفريقيا ونقول عليه إنه فريق ضعيف ده شيء مستحيل وده يكاد يكون موضوع منتهي الإسم معروف بالنسبة لنا الإسم مجهول بالنسبة لنا طالما فريق تونسي ووصل للمرحلة دي بحرم نتكلم على فريق لازم يتعمله حساب برضو لازم ناخد في الاعتبار يا حضرات إن الفريق الموسم اللي فات كان بين وبين لقب الدوري التونسي نقطتين فقط لا غير يعني تعادل في آخر مباراة ليه أمام الصفاقسي 2-2 ولو كان كسب هذا اللقاء كان فاز بالدوري على حساب مين؟ على حساب العملاق الترجي إذن إحنا بنتكلم على فريق قوي مش ضعيف تفوق على أربع أبطال من تونس هما النجم الساحلي والإفريقي والترجي والصفاقسي يعني فريق دي وضعه وبشكل كبير كمان الحقيقة تاني حاجة برضو هو مسجل أعلى نسبة أهداف في مرحلة التتويج في الدوري التونسي وأهم حاجة كمان أنه عنده أكيد الرغبة العارمة أنه يوصل لمرحلة دوري المجموعات لأول مرة بعد غياب طويل لأنه في النهاية يعني لو خسر وخرج وراح الكنفدرالية مش هيكون عليه ضغوط كبيرة يعني أمام جماهير ولأنه المنافس بتاعه هو النادي الأهلي يعني الفريق حيلعب إلى حد كبير نقدر نقول من غير ضغوطات عصبية وده أمر في منتهى الأهمية فحبنا نوضح لجمهورنا اللي أكيد عارف وأكيد مقدر أهمية وصعوبة هذه المباراة ومن دلوقتي إوعى حد يقول لحضراتكم بأن الماتش سهل الماتش مش هيكون سهل ولكن إحنا إن شاء الله أدها أدود وفي الإمكان وفي دور مبكر يعني المنافس بتاعك لما يكون من الفئة التقيلة برضو وتنتصر عليه أكيد ده حيدي لك زخم ويدي لك ثقل ويحفزك على التفوق في المراحل القادمة بإذن الله تعالوا بقى ندخل في أخبارنا المختلفة والمتعلقة برياضات أخرى تعالوا في البداية نبارك للعيبة الفريق المصري لألعاب القوة للإعاقات الحركية والمكفوفين اللي شارك فيه ملتقى ألعاب القوة السادس والمعروف ببطولة الجائزة الكبرى اللي أقيم في مراكش في المغرب وفاز بعشرة ميداليات في هذه البطولة اللي أقيمت خلال الفترة من 11 وحتى 18 سبتمبر شاركة 27 دولة في المنافسات طبعا من مختلف أنحاء العالم وهي تعتبر يعني أولى المراحل للتأهيل لألعاب القوة لدورة باريس الفاراليمبية 20-24 إنجاز محترم جدا لأبطالنا بنهنيهم علي تعالوا بقى نروح لإنجازات الألعاب الأخرى منتخب مصري لي السباحة في المياه المفتوحة تحت سن 16 سنة حقق المركز السادس عالميا في سباق تتابع 1500 متر ضمن منافسات بطولة العالم دي المياه المفتوحة المقامة في سيشل كان سبق للمتخب القومي للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة إنه حقق الميدالية رقم 11 في بطولة العالم للناشئين والكبار والأساتيزة اللي أقيمت في إيطاليا وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق سباحة الزعانف في المونو للناشئين كمان أيضا حصد مروان العمراوي بطل مصري للسباحة بالزعانف المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1 كيلو متر بالزعانف المزدوجة المقامة حاليا في إيطاليا وهو نفسه كان حقق الميدالية الفضية في سباق آخر قبلها بفترة بسيطة جدا فطبعا حاجة محترمة وإنجازات جديرة بالتوقف أمامها وتحية كل القائمين عليها وكمان من ضمن الإنجازات نروح لحصات بعتة الملاكمة في بطولة إفريقيا للملاكمة اللي أقيمت في موزنبيق حققت البعتة أربع ميداليات واحدة دهب وثلاثة فضية وقبلها طبعا كان حقق المنتخب الوطني الأول للملاكمة ثلاث ميداليات في بطولة البحر المتوسط اللي فاتت الحقيقة برضو إنجازات كلها أحلى من بعض وأجمل من بعض كمان بنتمنى كل التوفيق لعابتنا اللي هيشاركوا في البطولات القادمة إن شاء الله منتخبة تنس الطولة ورجال وسيدات هيشاركوا في منافسات بطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في الصين في الفترة من 31 سبتمبر وحتى العاشر من أكتوبر المقبل وإن شاء الله تأتي هذه المشاركة في البطولة بعدما توج المنتخب بالميداليات الذهبية والفضية في منافسات البطولة الأفريقية اللي أقيمت في الجزائر الأسبوع اللي فات وده كان في حد ذاته إنجاز رائع جدا أهلنا لما هو قادم وحقق خلالها اللعيبة 14 ميدالية متنوعة أنا فاكر 6 دهب وخمسة فضة بالإضافة إلى 3 ميداليات برونزية أبرزها طبعا الذهبيتين الرجال والسيدات في منافسات الفرق وذهبية الزوجي المختلط وذهبية الزوجي رجال وذهبية الزوجي زيدات وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف الحقيقة حاجة عظيمة جدا جدا إنجازات محترمة إحنا بقلنا فترة تقريبا كل يوم من أيام البرنامج ده وكل حلقة من حلقاته بنتكلم مع حضراتكم فأطعية حلوة من المدة المتاحة لنا على القلب في الساعة الأولى بنتكلم مع حضراتكم عن إنجازات أكيد الإنجازات دي مش بتتحقق من فراغ زي ما كنتم بتتكلم معاكم من بارح فيه طفرة حصلت فيه الفترة الأخيرة وفيه حتى أنا فاكر التعبير اللي استخدمته شبهتي بيه الحالة فكرة إن فيه طوبة اترمت فيه الميا الرجدة فنكت نتج عنده إنجازات ملموسة ومش إنجازات محلية ومش إنجازات إقليمية إحنا بنعد لحضراتكم ميدليات بيحققوها أبطالنا وبطالتنا فيه مسابقات دولية مختلفة وبيتفوقوا من خلالها على أبطال العالم في رياضات مختلفة حاجة تسعد وحاجة تشرف على مستوى بقى لعبة الجودو أعلى المسؤول والاتحاد الجودو قائمة اللعبين اللي حيشاركوا إن شاء الله في منافسات بطولة العالم للكبار والمقرر إقامتها في الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر في أسباكستان وضمت خمس لعبين كان منتخب الجودو شارك مؤخرا في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الجزائرية وحصد ميداليتين الأولى ذهبية من خلال محمد عبد الموجود والتانية كانت برونزية ليسري سامي وإن شاء الله مستنين منهم المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة بإذن الله وافق الاتحاد الدولي للبوتشا على إقامة بطولة إفريقيا للبوتشا في مصر وإسناد تنظيمها للاتحاد المصري لرياضات زوي الشلل الدماغي ومن المقرر إن شاء الله أن تقام هذه البطولة في الفترة من 2 إلى 10 من يوليو 20 23 المقبل بإذن الله وبالمناسبة منتخب مصر للبوتشا شارك خلال هذا العام في 3 بطولات دولية في أول ظهور دولي ليه بعد حصول الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين زوي الشلل الدماغي على العضوية العاملة في الاتحاد الدولي للبوتشا كمان بيشارك في بطولة العالم للبوتشا في البرازيل في الرابع من ديسمبر 2022 الحقيقة مصر أصبحت من ناحية قبلة للبطولات العالمية وده كلنا لمسناه في الفترة الأخيرة ومن ناحية تانية كمان المشاركات المصريين والمصريات في بطولات دولية بتقام خارج مصر كلها بتأتي لنا بالكثير من النجاحات والإنجازات والميداليات المتنوعة طبعا الحقيقة حاجات جديرة بنحن نقف نتكلم عليها لأن هي إنجازات تستحق الزكر سواء على الصعيد الجماعي أو على الصعيد الفردي وده بيؤكد ثقة الاتحادات الرياضية الدولية في مصر وفي قدرتها على تنظيم بطولات كبيرة وكلام ده مش تكهنات كلام ده حصل بالفعل نتيجة نجاح مصر في الفترات اللي فاتت في تنظيم دورات عالمية وبطولات عالم في رياضات مختلفة وكنا احنا السبقين في اختراع حتى الفقاعة لو تفتكروا أيام ما كانت مصر بتنظم على أرضها بطولة العالم لكرة اليد وخدتها مننا أو عننا دول أخرى يعني كانت اعتذرت فيه أوقات سابقة عن تنظيم بطولات كبيرة على أرضها نظرا للإجراءات الاحترازية احنا كنا قدها ودود وأبهرنا العالم مش أفوارة في الكلام الكلام ده حقيقي ورجعوا يعني للسوشيال ميديا كانت بتقول ايه في الفترات اللي فاتت كمان حابين نلقي الضوء ان مصر حتستضيف بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد وحتنطلق هذه المباريات والمنافسات ان شاء الله يوم 22 وحتى 26 من سبتمبر على صالة دكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر بيضم معسكر المنتخب الوطني عشر لعبين ان شاء الله هيخدوا بطولة العالم منهم سبع رجال وثلاث سيدات وبيضم التشكيل الاساسي 3 لعبين بالاضافة الى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة بشرط تواجد سيدة في تشكيل الفريق داخل ارضية الملعب طبعا الموضوع ده لي او الرياضة دي لها شوية تفاصيل كده فرصة حتى نتعرف على جانب منها احنا معنا على التليفون كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمتخم مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد كابتن وائل صباح الفل على حضرتك واهلا بك معنا في عشر الصبح في الاهلي طبعا خير واهلا بك حضرتك فاند اهلا بك فاند في البداية عايزين نتعرف من حضرتك على القوانين اللي استجدت احنا اسمعنا ان في بطولات في قوانين جديدة هتفاعل ان شاء الله مع انطلاق هذه البطولة فايه يعني كلام حضرتك في هذا الاطار لا هي مش قوانين جديدة هما وردين من قرون كوركت يدش فاطئية ومطبقينه في الكراسي هي بطولة على الكراسي بحكم انها اول بطولة عالم تقام قبل كده اتعامل بطولة اوروبا 2018 و2019 بس كانت ست لعديد جوه الملعب لكن دي اول نسخة من بطولة العالم على الاطلاق في البيضة بالضبط اول بطولة العالم وعملينها زي حاجة تثنائية اربع لعبين حارس مرمى وثلاث لعبين من ضمنهم كيدة وبيتطبق نفس كوركت يدش فاطئية فيها ثلاث حاجات ممكن الهدف يتجل بهدفين في حالة قربة الجزاء بتجل بتحكيب اتنين في حالة انه اللعيب عمل كامل اولفة كاملة في الكرسي بتاعه تلتمية وستين درجة وحط الكرة في المرمى بتحكيب بهدفين اي لابة جمالية تعملت من وراء الظهر من وراء الدماغ اي سكل من الاشكال شوكي سكل جمالي تحكيب اتنين في حالة ان انت حارس المرمى بيهاجم مع السرق يعني بيهاجمه اربعة وحارس المرمى مثلا بتاعنا صد الكرة وحطها من الجون للجون من داخل منطقة ستة متر هي بعض الكونين الاتثنائية هي مش طعبة لكن هي عشان الناس مش وغدة بالها بالضبط عشان الرياضة يمكن مش كل الناس عارفها تفاصيلها وفكرة وجود ضرورة وجود سيدة في الملعب يعني شوية تفاصيل اللي بيمارسها هذه الرياضة او اضعب الإيمان اللي امتبعها فهو بطبيعة الحال عارف كتير من تفاصيلها أنا عايزين نتعرف من حضرتك على قوام الفريق بتاعنا وعلى كوالة اللعيبة بتاعتنا والله احنا عندنا كان الاساس في الاختيار كان مدى تحكمه والكنترول في الكرسي اللي هو قاعد عليه بحيث ان هو الصحيح لما بيشتغل بريك بي الفوتورك اللي بيعمل وهو هو اللي بيعمل اللي بيعمل اللي بقاعد على الكرسي بالكرسي نفسه في المهارة بتاعته زي بقى ان انت بتعرف القوانين ده انت بتعلمه التصويب يعني من باب المشارك احنا لازم نشارك وفي نفس الوقت نتمنى معطبنا ان شاء الله نحن نحن نحاجه ان شاء الله طيب برضو يعني فكرة ان لو في بيت من البيوت المصرية عندهم ابن من ابنائهم او بنت من بناتهم عندهم الالعاقة دي تمام ويقاعد على كرسي بعجل وحابب يمارس هذه الديد وياضة يكلم مين يروح لمين اعتقد ان في كذا جمعية وكذا نادي مختص بيلعب كل الالعاب من اول حاجات اللي هي الالعاب لغاية الريشة لغاية كرة الطايرة فيه الالعاب كتيرة جدا على حسب التصنيف بتاع الاعاقة بتاع الباعد التصنيف ده من واحد لاربعة تمام كل واحد على حسب اصابته فهو الناس كتيرة جدا بدقة في الجمعية وعن طريقها بنبتدي ان احنا ناخد اللاعبين او اختيار اللاعبين للمنتخبات القومية في كل الالعاب من خلال الجمعية البيت هل يفادم المصريين بصفة خاصة يعني عايزين نقب شوية عند لعبتنا ولعبتنا المصريين من زاوي الهمم او اصحاب الاعاقات البدنية او جسدية المختلفة ايه اللي بيميزهم ويخليهم يعني يليهم خصوصية بالمقارنة بنزراءهم من دول اخرى ليه بسأل حداك السؤال ده لان ما فيش مرة كان في مشاركة للاعب مصري من زاوي الهمم في اي رياضة من الرياضات غير لما بيكون يعني رجع لنا من البطولة اللي هو بيشارك فيها بميداليا ومشرفنا وعمل شغل رائع وقالي لما كان حديث كل اللي كانوا متواجدين في فعاليات البطولة اللي كان بيشارك فيها ايه سر خصوصية لعيبة مصري في هذا الاطار السر في المصريين مش 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 اللي عيدوا الهنم او اللي عيدوا فحيح فقا الشخصية المصرية انت لو انت تساويت مع اي فرقة تانية بنفس المستوى اداءك دايه اللي بل بتاعك دايه الروح المصرية هي اللي تساق في كل الالعاب اصلا الموضوع لافت للنظر جدا يا كابتن واهل يعني حقيقة مفيش دورة مصر شاركت فيها غير لما بنرجع الحقيقة يعني كل رأسه مرفوع من انجازاتهم اللي بيحققوها من فضل الله طبعا علينا لو لاحقاك ان سواء في الاصحاء او في الزو الهمم ان الشخصين المصرية بتفرض نفسها اللي بي بيشتغل بأمانة في حتتهم اكيد ربنا نأتيه فما شاء الله انت ونعم بالله اللي بيشتغلوا فيما يرضي الله فبتا ان شاء الله ربنا بيتيهم على طول ولكل مجتهد النصيب صحيح وهم بيكتهدوا كثير الحقيقة وفي اغلب الاحيان بيتحدوا ظروف غيرهم من الاسواق صعب يعني يستحمل حتى ربعها فكرة الاعاقة في حد ذاتها نهيك عن التفوق رياضيا وانت في الوضع ده دي دي حاجة مش كل الناس عندها الصلابة دي والثقة بالنفس والثبات الانفعالي والاتزام احكي لحاجة حاجة صغيرة فضل اللي بقى صار انا بيعلمهم على تصويب معينة فصعب اداءها نوع نعمة كل ما بيقدي مثلا اربع خمس تصريبات ممكن يجيب اثنين وثلاثة رأس يعني افشت عليهم شوية فقال لي كفر اقرب على الكرسي واعدوني غصدا عني على الكرسي وتحرك وشوف بنافسك كفر شط فعلا الصورة وقتعين وقتلهم شابوليك مش اكتر من كده شابوليك وعلق ان انت تقدر تعمل الكنترول على الكرسي وتشوت وتعمل دريبلينج وبباصي تعمل كل الكلام ده في وقت واحد حقيقي لأ يعني الموضوع في منتهى الصعوبة واللي شايفها سهلة يفضل اجرى اه بالزبط بالزبط عندك حق عند حق مليون في المائة بحاجة اعدوني على الكرسي اعمل كذا لا الموضوع صعب 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 عشان كده فعلا شابوليهم وان شاء الله تحياتنا لحضرتك والمجهودات حضرتك وبنهنيك مرة تانية وان شاء الله المزيد من النجاحات والإنجازات الفترة اللي جاية بإذن الله شكرا ودعواتك ودعوات المشاهدين انت أفاضل وان شاء الله خير ان شاء الله بإذن الرحمن بإذن الله شكرا جزيل الحقيقة حاجة يعني ساعات الواحد سامحوني في المصطلح اللي هستخدمه ده الواحد المفروض يختشي لما يعني يكون محبط أو يشعر بشيء من اليأس نتيجة انه متحوط بشيء من أوجه الأحباط شوفوا الناس دي عاملة إيه شوفوا الناس دي بتتحدى إيه تاني وتالت ورابع الواحد مننا استحالة يعرف يستحمل أو حتى يتصالح مع الفكرة نفسها بتاعة الإعاقة احنا منتكلم على ناس مش مجرد تصلحوا معاها دول حولوها لقوة دفع وقوة دفع إيه مش سهلة قوة دفع خلتهم أبطال عالم في كتير جدا من الرياضات المختلفة فليهم مننا كل التحية والتأذير والاحترام الحية طي الله كلامنا انتهى يا حضرات ولا أخبارنا خلصة تسمحونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل خليكم معنا عودة العشر الصفح في الأهلي أهلا من كل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نروح عشان نتعرف سواء على آخر المستجدات وكل النشاطات اللي بتحصل في الفروع المختلفة للنادي الأهلي ده اللي حنتعرف عليه من خلال الزمير العزيزة من المينيسي الموجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد يا منا صباح الفل عليك وإيه الأخبار عندك في الشيخ زايد تفضل ده انت في جزيرة صباح الخير عليك يا كريم مظبوط مظبوط أنا في الجزيرة صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة كناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشرة الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلوية كمان جديدة ومن داخل المقر الرئيس للنادي الأهلي بالجزيرة موجود علشان ننقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة خلينا نبتدي بالفرق الأول لكرة القدم واللي حاليا دلوقتي وأنا بكلمك هو مكمل فيه تدريبه الصباحي مع مستر طبع مارسل كولر يعني تقريبا بدأت التدريب الساعة 9 صباحا ومستمر حتى الساعة 11 إن شاء الله طبعا يعني الفريق بيوصل فترة الإعداد القوية تحت قيادة المنزير الفني السويسري مارسل كولر واللي ابتدى النهاردة أو ابتدى من تمرين النهاردة الصباحي لضربة أو الترتيب لضربة البدال الأفريقية لنادي الأهلي طبعا في دوري الأبطال واللي هتكون إن شاء الله مع الاتحاد المنستيري التونسي واللي إن شاء الله المباراة الأولى هتكون في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر والمباراة التانية العودة إن شاء الله هتكون في الكاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر يعني يمكن مستر مارسل كولر إن بارح كان حريص على متابعة مباراة طبعا الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي واللي انتهت بفوز الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف ويتأهل لدوري الأتنين وثلاثين طبعا بعد مكان خسر أول مباراة مباراة لزهاب في رواندا 1-0 مستر كولر كان حريص إن هو مع اللاعبين مباراة قبل بدء الميران المسائي للفريق إن هو مع الجهاز الفني كله ومع اللاعبين إن هو يتابع المباراة كاملة ثم بدأ الميران المسائي النهاردة بدأ التدريب الساعة 9 صباحا وبدأ طبعا الأول بعمليات الإحماء للفريق بدأوا بعمليات الإحماء الأول وقبلها كان فيه محاضرة كمان مع اللاعبين داخل غرفة الملابس وبعدها بدأ بقى في الخطط أو في الشكل التكتيكي للتمرين واللي بيستعد إن شاء الله بشكل قوي للمباراة المقبلة أكيد طبعا بجانب الفترة أو يعني فترة الإعداد البدني إن شاء الله لحطتها للفريق نتمنى لهم كل التوفيق يعني يمكن كريم عايزة أقول لك إنه بعد بكرة إن شاء الله يوم الأربعة هتبدأ أول مباراة ودية لفريق الأول لكرة القدم ولا إن شاء الله هتكون يعني مع بيتروش جات على نادي هنا على ملعب مختار التتش تاني ودية هتكون مع أسوان أيضا على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة وبعدين ثالث مباراة هتكون مع طلاعي الجيش ولكن في ملعب الأهلي والسلام ومن بعدها إن شاء الله يكون الفريق جاهز إن هو يبدأ يشارك طبعا في كل البطولات الرسمية الهدى الموسم إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق خليونا نكمل يعني أخبارنا النهاردة بقى ده كان كل ما يخص كرة القدم خليونا نبتدي بقى بكرة السلة كمان ومباراة كان عندهم مباراة مباراة في بطولة منطقة القاهرة مع نادي طيران وكانت الفريق وصل وكل كانوا موجودين في صلة الأميرة عبدالله الفيصل هنا بالجزيرة ولكن تم على آخر لحظات نادي طيران انسحب علشان عنده عدد من الإصابات الكثيرة في الفريق وبكده يفوز النادي الأهلي لكن مستر أوجستي بوش المدير الفني الأسباني للفريق كان حريص إن هو يستفيد بالوقت اللي كان موجود في الفريق كله وعناصر فريق كاملة داخل الملعب وعمل تقسيمة بين اللاعبين علشان يستفادوا بالوقت ويستفادوا بفترة الإعداد الموجودة المباراة اللي جاية كانت المفروض إن شاء الله يعني من هنا لحد السفر للكويت للمشاركة في البطولة العربية كمان 10 أو 15 يون فمن النهاردة الفريق مستمر في تدريباته بشكل طبيعي جدا استهداداً للبطولة العربية إن شاء الله في الكويت الفريق طبعاً بدون أي إصابات والأهلي كان عايزة أفكر نيزة مشاهدين أنه كان الأهلي حامل لقب البطولة اللي فاتت كمان الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن قرعة كاس مصر لسيدات ورجال كرة السلة خليني سريعاً أقول هيلك طبعاً رجال كرة السلة تم تجربهم من مباراة الدور الأول لأنه كان الأهلي حامل لقب البطولة اللي فاتت مش هيلعب الدور الأول وتأهل مباشرة لدور التمانية وهيلعب مع الفايز في الدور الأول من سموحة أو مصرية للاتصالات إن شاء الله أما أرعة السيدات أيضاً جنبت الفريق أو الفرق الأربعة اللي كانت في أول الترتيب في الموسم الماضي وتأهلوا مباشرة للدور التمانية وهما الأهلي وسبورتينج هيليوبلس وسموحة إن شاء الله والأهلي هيواجه الفائز من الدور الأول من مصر للتأمين والزهور أول مباراة رسمية هتنطلق إن شاء الله المباراة الافتتاحية للسيدات كرة السلة هتكون بعد غد إن شاء الله هنا على صالة الشهدة مع نادي مدينة نصر الساعة 6 مسائنا إن شاء الله من بطولة القاهرة أما رجال كرة اليد لعبوا آخر مباراة والمباراة اللي افتتاحية الأولى والأخيرة ليهم في الموسم ده أول مباراة كانت من بطولة الدوري أمام نادي المعادي وانتهت بفوز النادي الأهلي 31-23 دي أول مباراة بعد خسارة السوبر وبعد الإفاق في السوبر وكان مهم جداً إن الفريق يكسب هذه المباراة علشان معنوياته تكون أحسن ويقدر أن هو يستقنف المباراة المباراة اللي جاية بشكل أحسن المفروض المطش اللي جايه كان مع نادي الزمالك ولكن علشان نادي الزمالك دلوقتي بيشارك في البطولة العربية فتم تأجيل المباراة فدي هتبقى فرصة كويسة لوقت أطول لرجال كرة اليد إن هم يستعدوا بشكل أقوى حتى السفر إن شاء الله لبطولة أفريقيا أو لمشاركة في بطولة أفريقيا آخر الشهر ده وبعدها على طول إن شاء الله كأس العالم للأندام نتمنى لهم كل التوفيق دي يا كريم كانت كل أخبارنا هنا من داخل المقار رئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة وأنا معاك لو فيه أي سؤال نشكرك على التغطية المتميزة كالعادة زميلتنا العزيزة من المنيسي شكرا جزيلا لكي والحقيقة دايما كل زميلاتنا جميلات قناة الأهلي ومن خلال الفقرة دي بالتحديد بيلخصونا كده كل اللي بيحصل في الفروع المختلفة للنادي الأهلي من أحداث ومن فعليات ومن مباريات في رياضات مختلفة وكمان من فعليات كتير جدا في منتهى الأهمية بتنظمها اللي جان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي الحقيقة جماعة عاملين شغل أكتر من ممتاز ومش سايبين لا كبيرة ولا صغيرة تخص ابتداء من الأطفال وحتى كبار السن غير لما بيعملوا بمجابها فعالية ما تفيد الكام الأكبر من الحضور أو كام الأكبر من العضاء فطبعا مجهود محترم جدا لطيف برضو ان احنا نتعرف من خلال اللي قالت هلنا زميلة العزيزة مننا المنسيين فيه إن شاء الله الفترة اللي جاية فيه ماتشين وديين هيلعبهم النادي أو تلت ماتشات كمان إن شاء الله هيلعبهم النادي الأهلي في الفترة القادمة كل ده مهم جدا في إطار الاستعداد احنا في الفترة دي في عملية غربالة بتحصل وفي خلية نحل شغالة على قدم الوثاق بالمعنى الخرفي عشان تصحيح كل الأخطاء اللي كانت موجودة الفترة الأخيرة أو تاني هنرجع نقول احنا كان عندنا حاجات تخصنا آه طبعا كان عندنا أخطاء وتخصنا وتخص فريقنا وتخص أمور متعلقة بالفريق فهذه الأمور تم الوقوف عليها تم تحديدها تم تحديد خطة لكيفية التعامل الأمثل معها والخطة ماشية وابتدينا يعني كل شوية يعني يستجد علينا خبر معين أكيد بنعرفه لحضراتكم أول باول ابتداء من المستجدات في عالم الصفقات اللي اضيفت لقوام الفريق في الفترة الأخيرة مرورا بكتير من التفاصيل فتحية الحقيقة لكل زميلاتنا من المراسلات تعالوا بقى نروح دلوقتي على مقر موقع يلا كورة والزميلة العزيزة مريم سميح متواجدة هناك عشان تعرفنا إيه أهم المنشتات وإيه أهم الأخبار في الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الناقضة الرياضية حيكلموا سوا حوالين شوية منشتات أنا عايز أقف بعد إذنك عند اتنين منهم أولا في اليوم السابع واعتقد ده حيكون ترتيبه الخامس معك يا مريم حدث فريد في الدوري الإيطالي يعود بعد غياب 67 سنة العنوان مشوق جدا والخبر الثاني من جريدة الجمهورية بيقول فيه 22-22 صلاح لو محمد صلاح يعني الخامس في قائمة الأعلى ربحا عندك أنت التفاصيل بقى يا مريم تفضلي صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا كريم بصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورا وزي ما انت نوهت بالضبط يا كريم في البداية هيكون معانا طبعا لتحليل جميع العنوين اللي هتكون معانا النهاردة في جولتنا الصحفية الناقضة الرياضية من عمر الناقضة بموقع يلا كورا ويمكن يعني العنوان الأول اللي انت ذكرت يا كريم هيكون معانا في نهاية جولتنا الصحفية هيكون عنواننا الأخير ولكن خلينا بقى نبتدي بصلاح ونستعرض في البداية العنوين اللي هتكون موجودة معانا النهاردة في هذه الجولة البداية طبعا من جديدة الجمهورية صلاح الخامس في قائمة الأعلى ربحان والعنوان الثاني من يلا كورا ميسي يقود سان جرمان لصدارة الدوري الفرنسي بالفوز على اليوم ومن موقع كورا أنشلوتي رودريجو ذاكي جدا ولم نحسم أي شيء وأخيرا من اليوم السابع حدث فريد في الدوري الإيطالي يعود بعد غياب 67 عاما طبعا بنرحب في البداية بنقدتنا الرياضية الأستاذة من عمر النقد الرياضية بموقع يلا كورا دايما من عورانا ومشرفانا في عشر الصبح في الأهل يامن مرسي يا مريم صباح الخير عليك وصباح الخير على كل متابعة قناة النادي الأهل لو هنتكلم عن محمد صلاح يمكن لسه بيصنع تاريخ لنفسه والمجد النفسه كلاعب إفريقي وعربي طبعا جريت الجمهورية يمكن وضح التقرير هام جدا وهو فكرة الأعلى ربحا سواء من الرواتب السنوية الخاصة بالعيبة وإراداتهم كمان من الأعلانات في الموسم طبعا الجاري 22-22-23 ومحمد صلاح طبعا نجمنا النجم المصري نجم ليفر بول والمنتخب المصري يمكن احتل المركز الخامس في هذه القائمة يمكن بتسعة وتلاتين ونصف مليون دولار يعني رأيك إيه ويمكن صلاح يحقق إيه كمان خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق كل هذه الإنجازات خلينا نتكلم على التقرير الأول يا مريم التقرير ده اللي عمله موقع أو صحيفة اسمها سبورتيكو دي متخصصة في اقتصاديات اللاعبين وقرط القدم هي عملت تقرير أو عملت رصد لدخول اللاعبين في لعبي كرط القدم في العالم يعني وبناء استندت على إيه في التقرير بتاعها ده استندت على الدخل بتاع اللاعب أو الراتب بتاعه استندت كمان على المكافآت على الإضافات اللي هي بيبقى منصوص عليها طبعا في العقد استندت على الإعلانات لما نجي نبص للقايمة اللي أعلنها الموقع اللي هو اسم بورتيكو هنلاقي في القايمة دي أول عشرة هنلاقي فيهم ثلاث لعبين من باريس سان جرمان أول واحد طبعا كليان مبابي 125 مليون دولار طبعا ده الدخل السنوي هنلاقي تاني لاعب كريستيان رونالدو طبعا نجم منشستر يونيتد 113 مليون دولار بعد كده هنلاقي ليونيل ميسي بفرق شوية عن رونالدو 110 مليون دولار بعد كده هنلاقي في المرتبة الرابعة هنلاقي نيمار 91 و بعد كده هنلاقي نجم من المصري محمد صلاح 39.5 مليون دولار اللي تالى كمان صلاح أول خمسة اللي جوم بعد كده وورا صلاح هنلاقي إدن هازورد لابريل مادريد هنلاقي أندريا إنيستا هنلاقي رحيم ستيرلينج هنلاقي دي بروينا لعب منشستر سيتي طبعا وهنلاقي أنتوان جريزمان لما نيجي نبص للقائمة هي يعني القائمة هي كلها حسابات أو هي كلها أموال طبعا ما لهاش علاقة قوي بالموسم اللي بيقدموا اللعب أو الأداء اللي بيقدموا اللعب فيه خلال الموسم طبعا ما نيجي نبص الموسم محمد صلاح السنة دي مش البداية اللي احنا متعودين منها من محمد صلاح ولكن ما نقدرش نقول إن هي بداية سيئة عشان صلاح دايما عودنا على التوب صلاح دايما عودنا على الانبهارات فدلوقتي لما يعني لو المطشة عادة مثلا أو المباراة عادت مجرد أنه عمل أسست مثلا لزميل لي أو ساهم في هدف أو سجل هدف واحد فبنعتبر إن ده شيء عادي لأ احنا عايزين أكتر من كده بالنسبة للمحمد صلاح أو ممكن يكون صلاح بعيد دلوقتي شوية عن الجائزة المفضلة بالنسبة له أو السباق المفضلة بالنسبة له وسباق الحزاء الذهبي في بريمير ليج لكن برضو الجاب مش كبيرة أوي ما بينه ما بين منافسي زي طبعا إيرلينج هالند لعب منشستر سيتي زي ميتروفيتش زي أكتر من لعب فيه الدوري هاري كينسون ولكن الدوري لسه الدوري الإنجليزي لسه طويل لسه قدامه مشوار طويل صلاح قادر جدا إنه هو يرجع فيه مستوى ويسجل أهداف كتير عنده كمان هيستغل أكيد فترة الراحة بتاعتكاس العالم وأكيد هيقدر إنه هو يعيد حساباته ويرجع بمستوى المعهود بإذن الله زي ما اتكلمنا عن تاريخ محمد صلاح برضو ميسي لسه قادر إنه هو يصنع تاريخ رغم كل شيء ورغم كل ظروف يمكن شوفنا ميسي مبارح طبعا في مباراة باريس سان جرمان وليون يمكن هو كان السبب لأنه هو صاحب الهدف الوحيد في المباراة وطبعا يعني تسبب يمكن فيه وجود فريقه في صدارة الدوري الفرنسي شايفة ميسي رغم كل يعني يمكن السن اللي وصل لي فكرة تنقله أو رحيله عن بارشلونة ثم وجوده في باريس سان جرمان ولسه قادر رغم كل ده برضو يصنع تاريخ شايفة أزاي؟ لسه قادر آه بس لو سألتي أي مشجع مش هقول مشجع بارشلوني أو اللي ناديه سابق يعني لا هنقول أي مشجع في العالم لو سألتي على ليونين ميسي أقولك أنا مفتقد جدا نسخة ميسي مع بارشلونة أو ميسي هناك مع باريس بيحاول أو بيقدم أداء جايد بس ده مش ده ميسي يعني مش ده اللي احنا متعودية طبعا زي ما انت ما قلت عامل السن مهم جدا ولكن الوضع في باريس سان جرمان غير والوضع في بارشلونة تماما الأمور متغيرة خالص لأول مرة ما كانش عادي أتخيل أصلا أن كان ممكن يجي في يوم من اليام أننا نسمع صفرات استهجان ضد ميسي أو ضد رونالدو للأسف حصلت ضد ميسي في باريس السنة اللي فاتت والحقيقة برضو كان أداء ميسي أصلا السنة اللي فاتت مع باريس سان جرمان كان عادي جدا أقل كمان من العادي ما كانش المنتظر أو ما كانش المتوقع من الجماهير ويمكن ده بالنسبة لهم ده كان رد الفعل خصوصا أن الفريق فيه نجوم رهيبة يعني الإمكانيات اللعيبة اللي بيضمها باريس سان جرمان مش قليلة خالص ميسي، نيمار، نتكلم ده في الخط الهجوم بس ميسي، نيمار، مبابي فيه نجوم تانين في خط الوسط، نجوم في الدفاع، كيلرنافاس في حراسة المارما، دوناروما فالفريق نفسه تقيل فلما تلاقي النتائج بتاعته طبعا هم يعني طموحهم أو التارجت اللي هم عايزيني وصلوه طبعا هو دوري أبطال أوروبا وكالعادة ما قدروش أنهم حققوا السنة اللي فاتت وخرجوا من ريال مدريد مبكرا يعني فهو ده بالنسبة لهم الهدف فأنت بالنسبة لي برضو أنا جبت ميسي بس أنا برضو ما قدرتش أحقق التارجت بتاعي يعني نرجع تاني للكلام على ميسي، العادي إنه ميسي بيسجل هدف بيساهم في هدف بس برضو زي ما احنا ما قلنا مش الانبهارات بتاعت ميسي اللي احنا كلنا بننتظرها طبعا داربي ريال مدريد وأتلاتكم مدريد يمكن فكرة كمان تصريحات أنشلوتي عاقب المباراة وفكرة كمان الحديث عن رودريجو وفكرة وجود لعب زاكي ضمن صفوف الفريق طبعا أنشلوتي شايف أنه هو ممكن يلعب في أي مركز بيتعلم بسرعة شايف تصريحات إزاي عن رودريجو مان أنشلوتي وهل ممكن يكون هو الحسن رابح خلال الفترة المقبلة في صفوف الفريق وضع ريال مدريد يامتي تتكلمي يعني يتلاقي الوضع العادي بتاع ريال مدريد وضع هادي جدا صفقات بتتم بهدوء جدا بدعم الفريق على قد العناصر اللي هو محتاجة ما فيش حاجات ما شفناش حاجات مبهرة جدا يعني في المركاتو في النهاية أنا بدخل مباراة أنا بكسب المباراة من بداية الموسم ريال مدريد مخسرش لحد دلوقتي أي مباراة ما تعدلش في الدوري لعب تقريبا لعبه سبع جوالات هو كسب السبعة المباراتين في دوري أبطال أوروبا برضو كسب المباراتين في دوري أبطال أوروبا الوضع تحسي بتاع ريال مدريد وضع هادي جدا التوليفة اللي عملها أنشلوتي بيقدر أن هو يكسب بيها أو ممكن يكون مثلا ما بنشوفش مثلا المهارات العالية ما بنشوفش عايز أقولي اللي هو إيه البصمة بتاعت المدرب خلال المباراة يعني لكن في النهاية أنا بحقق اللي أنا عايزه أنا بفوز بالمباراة كسبت الدربي 2-1 كان 2-0 أصلاً وبعد كده الجون جي في جون أتلتكو مدريد يعني يجي في الآخر يعني الوضع مستقر جداً جداً بالنسبة لريال مدريد كالعادة يعني هوا مش محتاجين مش محتاجين أي دعم اللي أنا بس عايزة أعلق عليه كانت تصريحات أنشلوتي كانت غريبة شوية بخصوص فينيسيوز جونيور والواقع اللي تعرض لها أو الكلام اللي تقال توصف به بخصوص رأسة الاحتفال اللي هو بيعملها وأنها توصفت أنها بلش نقول توصل بيه بس يعني الناس كلها عرفت يعني بس توصفت بلفظة مش لطيف يعني تصريحات أنشلوتي كانت غريبة شوية يعني لو هما لما تسأل في المؤتمر الصحفي هل أنت مثلاً يعني دعمت فينيسيوز حصل ما بينك وما بينه حوار مثلاً بحيث أنه يقدر يتعامل مع التصريحات فهو كان رده لأنا مش والده أو مش أخوه أنا مجرد مدربه أوكي أنت المدرب بتاعه بس أكيد المدرب بتاعك بيبقى ليه دور خصوصاً لما يبقى فيه تعبيرات فيها عنصرية أو اتهمات فيها عنصرية ممكن يكون لعب ما يقدرش أنه يتعامل مع ده فينيسيوز أو لعب زاكي قدر أنه يتعامل مع الموقف أو ما يقصرش فيه النادي دعمه شفنا أكثر من لعب برازليين في الدوريات المختلفة اللي دراسة الاحتفال بتاعه كان نوع من الدعم لكن ما يبقاش التصريح ده يطلع من المدرب أعتقد كان التصريح ما كانش زاكي بشكل كافي أخيراً بقى فكرة أن حدث يتكرر كل 67 عام يمكن دي بتبقى من النوادر في الرياضة العالمية شفنا مبارح حدث غريب فكرة خسارة أربع فرق في يوم واحد سواء انتر ميلين والميلين واليوفي وروما أكيد بالنسبة لك كان حاجة مثيرة وأكيد بالنسبة لكل متابعي كرة القدم كان حدث وزي ما احنا قلنا بيتكرر كل فين وفين وفعلاً هو ده ما حصلش من 67 عام هو حدث فريد جداً يا ماريم فعلاً زي ما انت ما قلت بس الغريب أكتر وضع يوفينتوس وضع يوفينتوس في الدوري سواء السيزن اللي فات سواء السيزن ده هو اللي مشقل بشكل الدوري بالمنظر ده احنا ما اعتدناش على الشكل ده لما تيجي تبصي للجادة الولاياتي هتلاقي هو نابولي وأطلانط هم اللي بيتقسموا الصدور هتلاقي يوفينتوس تقريباً في المركز السابع أو المركز التامي يوفي خلال السبع جولات أو الست جولات اللي لعبها في الدوري الإيطالي مكسبش غير جولتين فهنتي بتتكلمي في الفرق ما بينه ما بين المتصدر مثلاً هتلاقي إلجاب كبيرة جداً يوفينتوس مع أليجري مواضع مختلف يعني بشكل غريب جامهير يوفينتوس حتى ما اعتقدش انها ممكن تستمر وتستحمل ده كتير شوفنا هشتاج مبارح بعد الخسارة من الصاعد الدوري الإيطالي حديثاً اللي هو خسر طبعاً واحد صفر هشتاج طبعاً طلع أليجري قوت بالمناسبة برضوش نحن نسينا نقول النتائج المباريات احنا روما خسر من أطلانطا على أرض وسط جمهور واحد صفر انتر ميلان خسر من أودنيزي تلاتة واحد ميلان خسر من نابولي اتنين واحد فنرجع تاني بقى نتكلم على يوفي فزي ما بقولك الوضع يوفينتوس مع أليجري مش أحسن حاجة خالص هو كمان تصريحاته غريبة جداً يعني تصريحاته إلى حد ما مستفزة يعني هو طلع مرة عقب مباراة من المباريات وتكلم قال انه هو بالنسباله الكرة الجزابة اللي هم ما بيكسبش بيها هي دي بالنسباله مش ممتعة طب احنا ولا في كرة جزابة ولا في مكسب فلو ايه الوضع يعني بس فأعتقد أعتقد لو استمرت النتائج على هذا الحال أعتقد ممكن نشوف إقالة لأليجري قبل نهاية السيزن يعني مننا بشكرك جداً طبعاً دايماً بتنورينا وتشرفينا في فقرتنا الصحفية في عشر الصبح في الأهلي وأكيب نشكرك يعني على التحليل التفصيل لكل عنوين اللي كانت معانا النهاردة في جميع عنويننا الصدرة صباح اليوم الاثنين مرسي ليك يا ماري منوارتي يعني يا كريم يمكن زي ما انت تبعت معانا وكل مشاهدي عشر صبح في الأهلي تابعوا معانا دا كان تحليل طبعاً ناقدة الرياضية من عمر لكل العنوين اللي كانت معانا النهاردة وقال صدرة صباح اليوم الاثنين في جولتنا الصحفية في عشر صبح في الأهلي بشكرك جداً عودة ليك مرة أخرى دي أنا اللي بشكرك جزيلاً شكر على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة وطبعاً الشكر موصول لضيفتك العزيزة الأستاذة من عمر الجزء الأول من كلام مريم مع الأستاذة مننا الحقيقة يعني سرحت فيه جداً الأرقام الفضيعة اللي بتتقال دي على اللعيبة اللي هم الأعلى ربحاً سنوياً مفا بي 125 مليون دولار بسم الله ما شاء الله يعني ده فيه لعيبة زمان أفنت عمرها بالكامل وممسكوش مئة ألف جنيه على بعض يعني لو كان فيه لعيبة معينين من اللعيبة الفتاح البتوحنة يعني أيام زمان بقى يعني لو حد مثلا زي كابتن محمود الخطيب وحد زي كابتن حسن شحاته كانوا بيلعبوا في الزمن ده بالأرقام دي كان هيبقى الوضع إيه على كل الأحوال دي طبيعة الأمور في الزمن اللي احنا فيه وزي ما فيه لعيبة هي الأعلى أجراً أو الأعلى ربحاً بشكل سنوي فيه كمان أندية هي الأعلى كقيمة تسويقية وعلى مستوى العالم يعني عندكم مثلاً فريس زي منشاستي سيتي الإنجليزي بيوساوي مليار وكسور يورو مليار وكسور يورو باريس سان جرمان اللي بيضم كتيبة يعني أغنى أغنياء لعبة كرة القدم في العالم يعني تخطى حاجة وتسعين مليون يورو حدوتها حدوتها لا أريد أن أقول لكم الرقم بالزبط كاب يعني باريس سان جرمان تسعمية واثناشر مليون يورو فهاجة فظيعة جداً الحقيقة طيب تعالوا بقى من خلال الفيديو جراف ده نتعرف على العشر أندية الأعلى تسويقاً في العالم هنتابع معكم وحنتلع فاصل ونرجع نعيد الترحيل بيكم مرة تانية في أول فقرة حواري بحلقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر 언تابع أوك ترجمة نانسي قنقر والذي يخلصها في الأقل الوقت هو الذي يكسب فطبعاً يعتمد على القوة وتقسيم التمارين يعني أنا ممكن في النص أن أجيب أخري فتعب خلص فأقف فأنا لازم أقسمها فطبعاً فيه مخ برضو شوية أن أقسم فريح في النص فقدر أكمل بعدها ونفس طبعاً جداً لكي تخلص كل شيء بسرعة فقط أنت بتحاول تخلصها أسرع حاجة تقدر عليها لكي تجيبها أقل الوقت فتكسب إحنا عندنا يعني منتخب للرياضة دي ولا ما وصلناش لها؟ والله هو فيه التحاد لسه مؤسس مؤخراً يعني التحاد وليد يعني أه التحاد لسه جديد بس بقاله كذا سنة يعني فإحنا دي تقريباً تاني سنة نشارك في بطولة العالم السنة فاتطلعوا مجموعة برضو ما شاء الله حق أو مراكز السنة دي تاني سنة نشارك في الكاتجري ده يعني فإحنا يعني يعتبر إحنا المنتخب دلوقتي اللي بيتأهل من طولة العالم أول من كل الكاتجري هو اللي بيطلع يعني في المنتخب وبيطلع في رياضات معينة عمر يعني مش رياضات معينة هي أغلب رياضات بعيداً عن الكرة كرة القدم وبعيداً عن السكواش مؤخراً وكرة اليد بس بيسموها رياضات مظلومة من منطلق أن هي مش ملقى عليها الدوق اللي ملقى على غيرها من الرياضات ما بتاخدش الدعم والرعاية من الرعاء اللي بياخدوها اللعيبة في الرياضة التانية إلى أي درجة الكلام ده ينطبق على الرياضة دي؟ والله يعني مؤخراً كان فعلاً ده إحنا بنعاني ده حد ما حدش يعرف أصلاً اسم اللعبة حتى ناس كتير بتتمرن جم أو بتحب المجال ده في الرياضة بيتفاجئوا بيها ولما بيجربوها بيحبوها جداً لحد مؤخراً حمده لما بقى فيه بطولات وبقى فيه ناس تبدأ تعرف قسمينة وكده فالموضوع بدأ ينتشر شوية بس طبعاً لسه ما فيش الضوء بطولات ينظمها للاتحاد؟ الاتحاد المصري بينظم بطولة الجمهورية وفي إفنتات كمان بتتعمل وبعد كده بنطلع بطولة العالم لكن هل الرياضة دي ليها فرق في أندية مختلفة جوا مصري؟ لا لسه لا لسه كل حاجات فردية يعني أماكن بتمرن وكل ناس بتشارك فردي كده يعني موضوع ده بشكل قوي وهم بصراحة بقالهم سنين يعني بيعفروا وهم أنا شايف نوعاً إن إحنا نقدر نشاكف بطولة العالم وإحنا نقدر نحقق مراكس فأكيد هم بيعملوا مجهود أنت شخصياً دليل على ده؟ الحمد لله أنت تأكيد لللي بتتكلم عليه ده بالمناسبة كواليس بطولة العالم كتتعاملة إزاي؟ والله طبعاً كتت صعبة وتوتر جداً كتتفير زبدأ أجل؟ هي كتت في لاتفيا هي أصلاً تعمل في روسيا وفي السفر عبالة ما الفيزا جاءت بطولة الجمهورية كانت متأخرة شوية ولكن الحتة دي من العالم فيها كعبالة جبداً طبعاً فإحنا طبعاً اتأخرنا شوية في الفيزا لحد ما قدمنا عليها واخدناها الحمد لله على سفرنا فالوقت برضو كان ضايق شوية فطبعاً كان في ضغط غير ضغط التمرين ضغط عصبي جداً إحنا نوصل البطولة إحنا نشارك فيها أصلاً إحنا اللي هو مين؟ إنت ومين كان معاك؟ إحنا كنا تقريباً حوالي سبعة أو ثمان لعيبة ومعنا رئيس البعثة كلهم من الرجال؟ لا كان معنا بنت كنا سبعة تقريباً أولاد وبنت ورئيس البعثة طبعاً واللي تحب أولي طلعنا يعني نشارك فيها روحت أولاد بي لقيت الوضع عامل إزاي والمنافسين أشكالهم عاملت إزاي وحجم قوتهم وصل لفين إحنا يعني شوفنا في مناظر خوفنا طبعاً بس الحمد لله يعني الواحد بيعمل عليه وربنا يكرم يعني الحمد لله بس طبعاً في ناس أقوى من بلاد كتير في العالم تقيلة في اللعبة يعني بس الحمد لله ربنا كرم يعني ألف حمد لله حسنا زلك نطلع فاصل سريع ونرجع بعدها نكابل ده الراشد يا أهلا من كل حضراتكم مرة ثانية ورد إلينا أثناء الفاصل يا حضرات إن كابتن سيد عبد الحفيز أكد على إن فيرسيتاو ابتدى تنفيذ برنامج التأهيل البدني الخاص به تمهيداً لعودته من جديد للمران الجماعي وكمان أكد دكتور أحمد أبو عبلا إن أحمد نبيل كوكا أوشك على الانتهاء من كافة عمليات التأهيل وطبعاً ده خبر مهم جداً خلونا بقى نرجع نكمل كلامنا مع عمر النجدي صاحب ذهبية العالم في بطورة العالم في الستريت ويركاوت اللي بنورنا ومشرفنا في حلقتنا النهاردة واللي عايزين بقى نعرف منه كمان يعني التفاصيل الخاصة بيك أنت على ذكر التأهيل اللي كنا بنتكلم عليه فكرة التمرين هل أنت ملتزم بتمرين مع مدرب ولا أنت بتعتمد بالكامل على نفسك وعلى خبراتك المتركمة خلال الفترة الأخيرة نظام أكلك تدريباتك بتتمرن كم ساعة أو كم مرة في اليوم والله إحنا يعني طبعاً أول واحد مراني اللعبة دي كان كابتن اسمه كابتن رفاعي ده أول واحد أنا عرفت اللعبة على إيده يعني في مصر هنا كان هو بدأ إدانا الأساسيات وبعد كده إحنا لما جبرنا كملنا طبعاً أي أسان كبسно نقعد إننا في التمرين وننخبرنا لنرى الناس ببقرة تتمرن كيف ونحاول أرهمها لكن هناك مدرب معين تابع للاتحاد عندما هو المسؤول على العمل الأخير نعتبر حسن قد أق leileك إلى مدرب لي كذا سنة فنعتبر أننا نتمرن نفسنا طبعاً عندي خبرة كافية من شكل الله ويومك بدأ عمل متعارك عومر؟ ملحف rebuild problem طبعاً أبل البطولات ونحاول إلى تعلقي النفس الشيء فنتمرن كارديو الصبح بدري حتى لو بس جريء أو حاجة زي كده وبعد كده بنتمرن بقى تاني في نص اليوم أو العصر كده بالليل شوية التمرين بتبقى أخيرها ساعتين يعني أو حاجة بنمرن بقى طبعا كل الأشكال يعني بنحاول نجيب بقى السترانث والإنديورنس ونتمرن على كذا طريقة يعني عشان نقابل البطولة احنا بقاش عارفين الساد بتاعت البطولة وعملها ازاي انت شخصيا متخصص في شكل معين من أشكال المنافسات المختلفة الموجودة في الرياضة دي ولا اللي بيمارسها لازي بيمارس كل الأشكال لا لا هو فيه ثلاثة كاتيجريز كاتيجري اسمه سترانث اللي هو اللي أنا بقى أتمرنه وكاتيجري اسمه باور دول بيشتغلوا نفس حاجتنا عقلة ومتوازي وضغط ومسلوبس بس بوزن بشيروا وزن بيربطوا وزن في وسطهم بحزام كده وبيعملوا بيه أكتر عدد بيهن بتبقى درجات الصعوبة أكبر طبعا يعني مختلفة شوية وفيه بقى فريستايل بقى لهم بتشقلبوا شوية بيعملوا بقى حركات سكيلز أكتر يعني بس بس إحنا حاجتنا بتبقى حاجات من كلها باديويت كلها وزن الجسم بس بيبقى أرقام معينة لازم خلاصة في وقت معينة لكن الرياضة دي مفيهاش جانب استعراضي بأي شكل من الأشكال كلها مبنية فعلا على قوة والتحمل إلى أخير طبعا مفيهاش أي جانب استعراضي لا يعني فريستايل شوية بيعملوا حركات شكلها كويس شوية بس مش استعراضي هو برضو قوة طبعا اكتهاد شخصي من اللعب يعني يعني حاجة زي كده طب انت قبل ما تشارك في البطولة العالم في لطفيا مؤخرا أكيد كان فيها قبلها مشاركات في بطولات مختلفة سواء محليا إقليميا والله أنا يعني في اللعبة دي عشان في مصر هي ما بقلهاش كتير وما كانش في بطولات كتير لها فالأسف دي كتاوي بطولة الجمهورية شارك فيها أصلا في مصر والحمد لله أنا يعني اتفاجئت طلعت أول فيها الحمد لله وتأهلت بطولة العام كانت حاجة طبعا كبيرة بالنسبة لي فللأسف ولما انت اتفاجئت بان انت أول جمهورية وما لبقيت أول عالم كان إيه شعورك بقى بقى حسنت بإيه بالمناسبة والله طبعا إحساس جميل جدا يعني ما كنتش متوقع أنا كان نفسي أن أنا أطلع طوب 5 أو طوب 6 ده كان بالنسبة لي حلم يعني فحمد لله أنا كمان إحنا هناك في بطولة العام بيبقى فيه 2 categories أو يعني 2 sets فيه qualification round بنخشها الأول بيدخلوا الناس كلها وبينقوا أحسن ستة بيدخلوهم بقى final round فإن أنا بس أحلم أن أنا أوصل لأول ستة دي و بعد كده أي حاجة يجي بقى بطل العالم ده لقب مش مش بسيط أبدا وأكيد جي بعد مشهور كله كفاح وتعب إحنا بنحييك وبنهنيك وبنشكرك على وجودك معنا نورتنا في حلقتنا النهاردة كل التوفيق ليك بإذن الله طيب يا حضرات إحنا بكده نكون انتهينا من الفقرة الحوارية الأولى هنطلع فاصل ومن مجرد العودة من الفاصل الفقرة المسجلة مسبقا اللي كلمتها حضراتكم عنها في أول حلقتنا النهاردة اللي أجرتها الزميلة العزيزة نهواند مع الدكتورة إيمان المراجبي حضراتكم هتتبعوها وأكيد هتسمعوا كلام يهم على الأقل شريحة كبيرة من المشاهدين أنا شخصيا فشكركم جزيلا شكرا على متابعاتكم دي في حلقتنا النهاردة ويتجدد لقائنا بكرة بإذن الله شكرا لكم مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة زي ما نوهنا في بداية الحلقة وحنتكلم في الفقرة دي عن ملف جديد من ملف الصحة اللي احنا بيهمنا جدا نترحى على حضراتكم ويبقى دايما فيه جديد بنقدمه كمان وأسئلة حضراتكم أكيد برضو اللي بتتباعد بنبقى حرسين احنا نتجاوب يعني كلها عليها لكن النهاردة الموضوع غريب شوية لأن مش كل الناس عارف هذا الموضوع حتى أنا نفسي بكونت شعرف أن الموضوع مرتبط حنتكلم عن الارتباط القوي جدا ما بين السمنة والصداع والصداع اللي قد يؤدي الناتج عن السمنة لأسباب أو أمراض خلينا نقول كده وحشة جدا يعني كل ده هنعرفه وهنفهم أكتر لأن ملف زي ما بيقول لحضراتكم مهم وفي نفس الوقت يمكن المعلومة بالنسبة لنا جديدة صباح الفل وخيان رحب دكتور إيمان المراكبي أستاذ طب المخوة العصاب جماعة عين شمس بونجور جدا بونجور صباح الفل عليكم وعليكي وعلى عيونك أول مرة نطلع مع بعض لكن يعني ملف كمان مهم جدا نحن أول مرة يعني مع بعضينا على الهوى لكن بنناقش ملف فغاية الأهمية وربط أنا نفسي أول مرة زي مكتب أقول أعرفوا إعلقة السمنة بالصداع بصي بقى ستي أول حاجة السمنة دايما الحاجة اللي فيها سمنة تزود لي ضغط المخ يعني أنا لو مريضة عندها سمنة تبصي تلاقي ممكن جدا يحصل لها زيادة في ضغط السائل النخاعي بتاع المخ سبحان الله يبتدي إفراز السائل النخاعي يزيد والتخلص منه يقل يبقى يعمل لي إيه يعمل لي زيادة في ضغط المخ من الآخر زيادة في ضغط المخ يبتدي يعمل لي إيه تشوش في الرؤية تلاقي جلها مية على الراتنة الراتنة يعني ذات زي سائل بينتج من السمنة نتيجة للسمنة يعني أنا كل ما أبقى سمينة يبتدي يحصل معي تكوين زيادة للسائل النخاعي والصرف بتاعه بيقل يبقى أنا بكون سائل النخاعي والتصريف بتاعه بيقل فوجدوا في حالة زيادة ضغط المخ ده إن السمنة أحد أهم العوامل اللي بتعمل الموضوع ده فطبعا الشكوى تكون إيه لما الواحد يحصل عنده بعد الشر زيادة في ضغط المخ يبتدي يحصل صداع وبيبقى صداع الحقيقة رخم جدا يبقى جديد وبيبقى معاه زغلالة في العينين يعني ما تلاقي مريضة عندها زيادة في الوزن وجاية بتقول لي صداع باحترم الصداع ده قوي لأن إحنا بنتطر نعمل لها طبعا أول حاجة بنعمل لها مقطعية على المخ أورانين على المخ حسب المكان عندي متاح في إيه وتاني حاجة بعمل لها بعد كده بزل من الظهر يعني إيه بزل من الظهر بندخل إبرة بين الفقرات في مكان معين بحيث إن أنا بقيس الحاجة اسمها اللي هو الضغط السائل النخاعي ده بقيسه بمعيار معين وبشوف إذا كان في زيادة ولا لأ ولو في زيادة ببتدي أسحب شوية من السائل فشوفي الموضوع ما هو ده موضوع كبير جدا ده موضوع كبير جدا وبدايته السمنة وكمان قد يؤدي حسب ما أنا يعني قريت إنه هو قد يؤدي لأمراض في المخ بالضبط ما هو زيادة ضغط المخ دي ممكن تعمل لي مشاكل طبعا أول حاجة الزغلالة بتاعت العينين دي لو ما تعليكش كويس ممكن تعمل لي مشكلة في العصب البصري بتاع العين قاع العين يبتدي يحصل فيه ارتشاح والعصب البصري ده جزء من المخ على فكرة أحد عصاب المخ فتبتدي المريضة تقول أنا مش شايفة فإحنا دخلنا في عدم رؤية يعني يعني لو ما تعليكش مظبوط ودكتور شاطر ما قلهاش ده صدع نصفي ومشى الموضوع كده على السريع لا فيه وقفة نعمل رانين مغناطيسي على المخ ونعمل بزل من الظهر ونقيس الضغط بتاع السائل النخيع ونقول لها حضرتك عندك زيادة في ضغط المخ يبقى ساعتها بديها أدوية بتقلل التكوين بتاع السائل النخيع دوت وبديها حاجات علشان تخس بحيث أن أنا أساعدها وهتقولي لي أنا اللي بديها أو أنا اللي بديها لأن أنا عارفة كويس أن أنا محتاجة أنزل بسرعة الوزن بصورة يعني سريعة بجانب الأدوية اللي أنا بديها لأن الأدوية الوحدها طول ما هي لسه عندها زيادة في الوزن يبقى أنا كده مش هنوصل لها طب ما هيش هو ممكن واحدة تكون جيالك مش شكلها مش تخين أو واحد يعني شازم واحدة بس الكتلة الدهنية عندها هي دي اللي عملة وزن عالي ولا الموضوع يعني يعني ممكن حد يقولك أنا أهو الشيب بتاعي مش تخين بس يطلع عنده دهون كتيرة جدا هل الدهون هي المقياس ولا الدهون والكتلة اللي هي مؤشر كتلة الجسم اللي اتنين مهمين يعني ممكن حد يبقى رفيع بس الدهون عنده كتير فده برضو يندرج عليه اللي حريك بتتكلمي فيه لا هو ده يعني ده أمره سهل شوية احنا بنتكلم أكتر على اللي عندها كتلة الجسم كلها عالية اوكي يعني مثلا فوق التلاتين كمجموعة لما تتحسب الوزن على الطول بالضبط نحنا بتشوف المعدلات بتاعت البروتين والدهون في الجسم وا 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 يطلع لي في الآخر المؤشر دايما الميزان بيديك في الآخر المؤشر اللي هو البي ام اي ده بيروح مديني ان المريضة دي عندها فعلا زيادة في كتلة الجسم وده معناه ان هي عندها سمنة وليها مراحل لأول بتبقى سمنة عادية او اوفر ويت وبعد كده بتبقى حاجة سمنة مفرطة اللي هي بقى المعدلات العالية قوي اوكي فلازم اتدخل وعالج الموضوع طب هعالج ازاي احنا قلنا الجزء الشق بتاع المخو القصب الشق التاني ان انا عايز انزلها في الوزن وطريقة بقى سهلة يعني خلينا بس نتفق على حاجة دكتور ايمان لان الناس كلها اوفر ويت عايزة تخس ده يعني مش حاجة جديدة حلمنا كلنا ده مطلب جماعي او يعني جماهيري حتى لما منزيد 2-3 كيلو برضو بتبقى عايز تخسهم فمن 2-3 كيلو لغاية 50-60 واكتر اوكي بزبط فانا دلوقتي عايزة وصفة او عايزة طريقة او عايزة حلة من دكتور ايمان بحيث ان انا اقولها للناس الناس اللي عايزة تخس ومش ملتزمة في الجيم وبتعملش حركة ومعندهاش نظام اكله صحي يعملوا ايه بالزبط ودي في حالة السيدة اللي احنا بنتكلم عليها اللي عندها برضو زيادة في ضغط المخ يندرج عليها اللي حضرتك قلتي لان في البداية لو انا عندي سمنة مفرطة او انا عندي سمنة ببقى صعب ان انا اتحرك واروح جيم انا ممكن لو روحت جيم ولعبت على تريد ميل مثلا ممكن يحصل لي مشكلة في الركب يتقطع الربط الصليبي حاجات دي مشهورة جدا دايما حتى نقول لهم لما تروح الجيم بلاش تعيش في دون ان انت بقى الشامبيون بقى لدخل الكساري الدنيا لان احنا عندنا وزن زيادة لاربطة فيها مشاكل الضهر تعبان فينزل قدروفي مش عارف ايه حاجات كتيرة فبلاشي محماسة ازاي دا فياريت نخس الاول قبل ما روح الجيم انا دايما نقول كده يعني خسي الاول شوية وبعدين روح الجيم مرسي بقى وعملي اللي انت عايزي طيب هنعمل ايه هندي حاجة اسمها بيستا البيستا منتج طبيعي 100% كله الياف طبيعية بيحتاجها جسمنا اللي هو ظاهر على الشاشة مكون من ثلاث الياف رئيسية اللي هو ردة الامح والسيليم والشوفان التلاتة دول من الحاجات المهمة جدا لجسمنا واللي بتديني احساس بالشبع ومعاهم كمان الكروميوم الكروميوم دا بيزود الحر والحر طبعا في السيدة اللي احنا وصفناها او في اي حد عنده صداع ناتج عن برضو زيادة ضغط المخ عادة الناس دي بتبقى طالما معها سمنا بيبقى برضو عندهم مشكلة في الحر فالكروميوم دا بيزود لي الحر يبقى اذا المنتج آمن اللي هو البستا آمن جدا 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 مفيش اي خطورة منه ممكن نديه من سن الاطفال على فكرة من سن 13 سنة فما فوق امراض الناس اللي عندها امراض مزمنة الضغط وسكر مشاكل في القلب مفيش اي مشكلة اوكي قولون عصبي اللي عنده قولون عصبي فيش مشكلة بالعكس دا بيحسن وظائف القولون كويس جدا والمعدة فاذا انا مع منتج آمن 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 يبقى نبتدي ناخد المنتج دو كيس على كباية مية قبل الوجبات بنص ساعة حل بتعم العصير العصير التفاح ايوه هو بتعم التفاح بس نقلبه كويس بل انه بيبقى يعني جربته قبل كده بيبقى يعني هاي الانجريدينس نفسها تحت في الكباية مهودة لحضرتك لازم ندوبها على نص كباية دا فيه واحدة مرة عملت كده حطته على نص كباية بيظهر معها المنظر دا انا قلت لها كباية كاملة لازم كباية كاملة ممكن نحطه على عصير وممكن نحطه كمان على لبن من زوائي الدسر اه طب دي معلومة حلوة ممكن حد يقولك طعمه برايتي مغير كل شوية هو طعمه فوش مشكلة خاصة انا عايز اعرف ايه الوزن يعني اللي هو الوزن الامتى 40 كيلو أوفر ويت ولا 50 ولا اقل اللي انا اخاف منه فجزئية انه ممكن يؤثر على المخ ويبدأ ان هو يجيب لقدر الله يا مرض يا صداع والله من اول بداية الأوفر ويت يعني حتى مش لازم سيمنا مفرطة يعني لو أوفر ويت كيلو اثنين لا لو أوفر ويت كيلو اثنين لا بصراحة بس ممكن مثلا من بداية من 10 كيلو تبتدي تلاقي الموضوع ده بيظهر وانا شفتها في حالات اكثر من كده كمان يعني اللي هما بيبعندهم سيمنا مفرطة دول تقريبا تقريبا عندهم المشكلة دي وخصوصا كمان لو هي بتاخد حبوب مناء الحمل على فكرة يعني لو هي كمان بتاخد حبوب مناء الحمل برضو دي بتزود قابلية زيادة ضغط المخ فبيبعندها عوامل كتيرة ممكن تسبب لي المشكلة دي وطبعا الأخطر والأخطر مع السمنة برضو انه بيبقى دايما معاملات التجلط بتتغير مع مريض السمنة تبص لقاها بترتفع قوي معاملات التجلط تبتدي تحصل لها جلطات في أوردة المخ ودي تعملي برضو زيادة في ضغط المخ إذن الموضوع ما هواش ده الموضوع صعب قوي يعني فالك بتكلمي موضوع فعلا صعب بتكلمي عن أبعاد مختلفة تماما الناس مش وعية لها على فكرة يعني فيه ناس تجيلي في العيادة الكلمة الشهيرة فيه ناس أدخن مني وما حصل لاش حاجة والله والله نصيبك بقى انت عندك جيناتك عندك السمنة في العيلة وراسك منعالج نفسنا احنا عملين نقار نفسنا وده رد أصلا ده صاحبتي أدخن مني بكتير ودهنا بصي بلاش كلمة أدخن دي أنا بتضيقني ممكن نقول أكثر يعني وزنا لأن كلمة التخين دي مش كلمة حلوة باعتبارها نقم التنمر صحيح على كل حال إحنا معنا كيس لو تسمحي دكتور إيمان عشان نرجع لأن كلامك مهم جدا نشوفه بقى عملي أو تطبيقه على الأرض كيس معنا اللي هي أو مريضة أو مش مريضة أصلا يعني خلينا نقول كيس إسراء إسراء جربت هذا المنتج بيستا وهي هتحكي لنا إيه اللي حصل معا خلينا نتابع أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي إسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خسي كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعدا ما خسيت إحساس جميل جدا بعرف ألبس براحتي وبعرف أكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جدا أنسح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بيستا موضوعه سهل جدا من خمسة وتسعين لخمسين ما شاء الله تعالى من غير تدخل جراحي من غير أدوية بتؤثر على المخ من غير أدوية تؤثر على ضربات القلب بالضبط بالضبط عاملة زي إيه حضريك لابسة أبيض وسود هي دي أبيض وسود يا سمنة يا إم بالنسبة لطولها مش لابسة رمادي زي يعني أنا الرمادي إيه دي إحنا ما شاء الله مجمعين كل حاجة أبيض وسود ورمادي أنا بحب اللابيض والسود ده على أساس أنه فعلا يعني أوصل لازم أوصل الوزن المثالي لما أوصل الوزن المثالي جسمي كله هيرتاح حضريك خطي بالك أن بتقول نفسها كان تعبان طبعا وتلاقي الرقب بعد كده أساسا دي صغيرة يعني النفس كمان ده خطير جدا فإذا لو إحنا تكلمنا على البستة هنقول طبعا هي من شركة بايو ناتشرل ودي شركة بتتكلم كل منتجاتها طبيعية ومركزة قوي في موضوع السمنة وتخسيس الناس بطريقة طبيعية وآمنة لأن الحقيقة حاجة السوق كانت محتاجة لوجود شركة زي دي يعني معظم الحاجات زي ما حديك عارفة بدون أسامي منتجات كان الناس بتتاخد حاجات مضدات للحساسية مثلا وتقول لك أصل زيبت إيه بتثبت لي مش عارف إيه أصل ده بيعمل لي الشهية إيه أصل ده أدوية مش بتستخدم خالص لا في سمنة ولا في نحافة والناس بتضطر تستخدمها لأن لعدم وجود منتجات أخرى طبيعية فإذا أنا بشتغل بطريقة طبيعية ما بأثرش على مراكز شبع بطريقة غير طبيعية ما عنديش أي كاميكلز موجودة ضارة دي كلها مكملات رزقية ناتشرال فإذا دي حاجة تحسب لشركة بايو ناتشرال الحقيقة وهي عاملة الموضوع زي حملة ضد السمنة حلو جدا طيب أنا عندي سؤال معلش هي لو حنتكلم عن إسراء وأي كيس شبهها 95 كيلو و50 كيلو فنتكلم في فرق كبير جدا و45 كيلو وفي نفس الوقت أكيد الأكل بتاعها يعني قل فبالتالي الفيتامينز اللي دخلها الجسم قلت بالزبط صح كده طيب طبعا في حاجات أو دهون أو كاربز وحاجات كده برضو الجسم ما كانش محتاجها كانت أوفر عليه اتخلصت منه بس على الصعيدة التاني فيه فيتامينز قلت فإزاي ممكن برضو إن أنا ما أقدرش إن أنا أو إن أنا زي ما أقولها كده خليني أقولها لك بطريقة بسيطة ما خليش الجسم يتعب من الأسلوب أو النظام الجديد بتاعي أو فكرة أن أنا بأخذ حاجة زي كده هي أول حاجة إن هما انتبهوا للموضوع ده والشركة انتبهت بايو ناتشرال وعملت الباستا معزز بحاجات وفيتامينز على الألياف دي يعني هي مش ألياف بس يعني فيه حاجات كروميوم فيه حاجات كتيرة قوي مواد طبيعية موجودة وعليه فيتامينز علشان تقلل فرصة الإصابة فيه فيتامينز برضو بالزبط جوه بيساعد أصلا على امتصاص الحديث بالزبط جوه الباستا فيه فيتامينز سي والفيتامينز سي بيساعد على الحرق وبيساعد برضو فيه الإميونيتي اللي هي المناعة والنظارة والكلام ده كله طيب إحنا بقى عايزين ما نخليش جسمنا يتحرم خالص من الفيتامينز يبقى نديله كمان معي القلب مالتي فيت وده الحقيقة اللي هو مع الباستا بنسميه الكورس الشركة بنزله كورس والمفاجأة إنهم عاملين الفيتامين دوت بيتاخد مع الباستا لو أخذناه مع بعض من الشركة بيعملك يعني أسبوعيا متابعة مجانية على التليفون لحد اللي بيكلم الكلاينت ولا الكلاينت اللي بيكلم الكلاينت الكلاينت ونس إنه هو أخذ اشترى المنتج دوت اللي هو الكورس على بعضه الباستا والقلب مالتي فيت بيعملوله على طول متابعة أسبوعية لنزول الوزن ولا بيدفع حاجة دي مجانية أوكي وبيشوفوا التارجد بتاعه ايه بيشوفوا الأمراض المزمنة اللي عنده ايه ايه المشاكل اللي عنده تحتاج تتزبط مثلا غضة درقية وووو يعني أي حاجة موجودة عنده السكر الضغط أي حاجة يزبطوه الدنيا مع داكاترة أو يقولولو ينصحوا يروح فين وفي نفس الوقت هم اللي بيعملوا التغذية على أعلى مستوى متخصصين مش كده يعني ناس كول سنتر بقى ملهمش في حاجة لا دول داكاترة التغذية متخصصين ودي الحياة الشركة الوحيدة اللي عملت كده لأنه بتحافظ على فلوس المريض إنه هو ما يعودش يروح يعمل ضايت عند داكاترة والمتابعة كذا والكلام دا كله لو جينا قاررنا بيستا بالعمليات اللي هي الجراحية كويس بزبط في ناس تقولك لا أنا هلجأ للعمليات الجراحية عشان هي أسرع على الصعيد التاني أصلا عملية لما بتتعامل النتيجة بتبان بعد الشهور فهو نفس تقريبا المدة أو يمكن كمان بيستأقل فيه إنه هو يظهر الناتج لأنه هو الموضوع بيتكلم في 8 كيلو تقريبا في الشهر بالزبط من 8 إلى 12 كيلو لو أنا ماشي أو محافظة قوي في الأكل ممكن أوصل من 8 إلى 12 كيلو لكن العمليات الجراحية زي ما حالك قلت وحياتي بتتقلب يعني ما بيرجعش آكل طبيعي دي نفس المعلومة اللي الناس تعرفها محدش بيقولك قبل ما تعمل عملية أنت بيش هتاكل طبيعي تاني بيبتدوا يأكلوا كميات قليلة بس غصبا عنهم طب وليه أنا حاجة تكبرني أبقى غصبا عني طب ما أنا كأني عملت تكميم بالبستة بس بدون غصبا عني يعني أنا بأخذ الحاجة تقلل الكم اللي موجود في المعدة أقدر أكل حاجة نفسي فيها بس بكميات قليلة وأوصل للتارجت بتاعي من غير مقطع ولا يعني أقص ولا ألزق ولا الكلام ده كله يعني فبلاش على طول عمليات لا يعني نلجأ الأول للطرق السلمية اللي هي بصراحة البستة مع القلب مالتي فيت ما فيش حجة يعني أنا مش عايزة أقول حريك إن فيه ناس كتير جدا أنا تبعتهم وعملوا نتائج حلوة جدا جدا وفي نفس الوقت بيكونوا مبسوطين لأن بيأخذوا كمان الفيتامينز بيحسن حالتهم النفسية ما بيبقوش دايما في حالة عصبية أو نرفزة أو مش حاسين إنهم أكلوا كويس القصة دي بتفرق قوي فهي الحقيقة كرس متكامل وبجد شابو يعني لشركة بايو ناتشرال إن هي لفت نظرهم حتة كمان الفيتامينز لأننا نحطها مع البستة بحيث القلب مالتي فيت يكمل البستة والاتنين يبقوا مع بعض هائل جدا دكتور إيمان تاي بصي بقى هو فاضل تقريبا دقتين على انتهاء الحلقة أنا هستغل دقتين دول معاك إن حضرتك تكلمي السادة المشاهدين أو المتابعين اللي نفسهم يجربوا المنتج وفي نفس الوقت عندهم تخوفات لأن معلش إحنا ثقافتنا الحاجة الجديدة من خاف منها برضو إزاي ممكن نطمن السادة المتابعين دلوقتي وفي نفس الوقت إزاي بتؤكدي إن النتيجة هتبقى أكيدة يعني ممكن يقولك يا سلام يعني أنا لو أخدت بيستا مرتين ثلاثة في اليوم هخص من 18 كيلو يعني خلينا برضو نسبع من حضرتك دي حقيقة لو عملنا كده فعلا لأن طبعا إحنا قلنا ده منتج آمن فأنا بطمن الناس إن البيستا ده منتج آمن تماما ده منتجات طبيعية ألياف طبيعية وعليها فيتامينز وعليها كروميوم اللي هو بيزود الحر ما فيش أي مشكلة عندي خالص إن أنا أخاف أنا دلوقتي لو زبطت الغدى الدرقية بالأدوية وإديت مثلا في حالات نقص الغدى إديت الهرمون السيروكسين ده وكمان إديت عليه البيستا بالعكسة هيساعدني جدا فالموضوع آمن تماما دي فعلا يعني عن تجربة من مرضى كتير جدا 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 عندي وجابت نتائج هيلة وفي نفس الوقت بتزبط لي الهضم بتزبط لي القولون ومعاهم القلب مالتي فيت مفيش حجة يعني هنقول إيه تانيا جماعة نفيش حجة اللي عايز يخسها هيخسها وفعلا الأمراض كلها منشأها السمنة حقيقي عايز أقول لحضرتك وقلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات السمنة من أحد الأسباب الأساسية واللي نريد بتاعها عالي في الموت قد تؤدي إلى الوفاة حقيقي فياريت الموضوع ما نسيبوش إنه هو يوصل هذه المرحلة أكيد ما حدش فينا حابب إنه هو أو حد من أهل ويوصل لهذه المرحلة خصوصا إحنا في الفترة الأخيرة كمان بقينا نشهد سمنة عند الأطفال فدي حاجة مش مؤشرة أو مش مؤشر جيد أبدا دكتور إيمان على كل حال نورتينا ربنا خليك ولسه إن شاء الله هيتكوني معانا في حلقات أخرى لأن ملفاتنا لسه مستمرة ومتخلص شكري جدا على متابعتنا وبشكر حضراتكم كمان على متابعتنا في عشر صبح في الأهلي وهذه الفقرة التبين شوفكم في حلقة جديدة وعشر صبح مع السلامة اشتركوا في القناة